اشتركوا في القناة كان في اسباب ضغطة كثير في الايام الماضي صحيا عليه الحمد لله مضت على خير وسلامه بفضل الله عز وجل فكان من المتوقع انه الايام هاي ما اسجلش حلقات ولولا اني كنت مسجل حلقات مسبقة ونزلتلك اياها كانت رسيت شوان محطوطة على اليوتيوب انها تنزل بوقتها ولكن ما كنت اتوقع ان المدة طول اكثر ولكن الحمد لله يعني ابدأ حاول اني قدر الامكان استجمع تركيزي بالكامل لانه ضرورية الحلقة اليوم تحديدا لا للاحداث القادمة خلال الاسبوع فممكن انه انت سمع اللي سمع توقعات الاسبوع انا حكيت انه في اخبار خلال الاسبوع هاد طبعا حلقات الاسبوع مسجلة من يوم الجمعة الماضي يعني قبل باسبوع يعني كل الحلقات انا تقريبا بسجلها قبل بوقت طويل فعشان هيك بعد مرات ما بقدر ارد على التعليقات في الحلقات اللي وراها لانه اذا بدأ رد بقول لك شو رد علي بعد بخمس ايام ولا رد علي بعد بستة ايام فعشان هيك بدكوا تعذروني بالفترة هاي تحديدا لانه صحيا الوضع عندي مش مستقر واغلب الوقت على المسكنات واغلب الوقت على البخاخات وعلى الاكسوجين وعلى الشغلات اللي زي هيك فلما بشوف اني مركز شوي او بقدر فبسجل الجزئيات وبعدين بجمع الحلقة مع بعض فعشان هيك يحاولوا انه خصوصا حلقة اليوم انكوا تركزوا فيها وخصوصا بالاحداث اللي رح تصير اليوم فيه زوايا كثير ولكن الحدث الاساسي اللي طبعا رح حكيه قبل الزوايا الفلكية وقبل هذا انه بده يبلش يتراجع المريخ وهذا الاشي رح تلمسه ابتداء من اليوم اللي هو السبت تحديدا خصوصا منطقة الشرق الاوسط منطقة الخليج العربي هذولا اكثر ناس رح يحسوا في هذا الامر وبرضو المناطق اللي جاي في امريكا برضو بلشوا يحسوا فيها ابتداء من يوم الخميس اللي هي الاعاصير بالنسبة الى الشرق الاوسط ارتفاع درجات الحرارة وما تتفاجأوا انه رح ترتفع درجات الحرارة بطريقة مهولة جدا ورح تكون جافة جدا ورح تكون تأثيراتها حرة جدا يعني فعشان هيكي بتكونوا حذرين من ضربات الشمس يتحاولوا تشربوا سواء الفيتامين سي وخصوصا الاشخاص اللي بيشتغلوا الله يعينهم تحت الشمس مباشرة فهذولا بدهم يكونوا من تبهين بشكل كبير هذا الموضوع طبعا سبب ارتفاع الجو هذا انه تب بداية تراجع المريخ والمريخ كوكب العلاقة بالنار وبرضو بده يتراجع في برج ناري فهذا الاشي رح يعمل خلخلي في الجو او في المناخ بشكل كبير ورح يسبب هذا الشيء اللي رح يمر وتقريبا مدته ما رح تكون قصيرة يعني مش مدة ثلاثة ايام واربع واسبوع فالموضوع رح يطول اكثر فعشان هيكي بتكونوا حذرين بتكونوا تتحملوا وتتواقوا الى اشخاص اللي عندهم ذيق نفس او عندهم تحسس او ربوا بدهم ينتبهوا من جو هذا بشكل مباشر فعشان هيكي حبيت اني احذر في الحلقة هاي وهذا السبب اللي خلاني انا ما اقدر اني انا اغيب عن كل يوم الا اني اطلع عشان التحذيرات هاي مهمة جدا وفيها خدمة للناس وفيها مصلحة الناس وحماية للناس برضو بالمقابل طبعا بالنسبة لامريكا والمناطق هذيك يمكن اسمعته في الاخبار انه في اكثر من اعصار بضرب ولايات في امريكا وهذا برضو الو علاقة بالمناخ فسبب انه برضو المريخ بشكل زوايا تربيع منفصلة وبداية التراجع تاعته وهي زوايا التربيع اللي هي مع الكواكب الترابية او كوكب ترابي اللي هو الجدي وهذولا كواكب كبيرة فعشان هيك التأثير رح يكون عليهم تركيزا في هذا الوضع طبعا اللي في امريكا وخصوصا في المناطق اللي هي زي تاكساس وفلوريدا او هاي المناطق بعرفوا انه هاي الفترة هي فترة الاعاصير ولكن انه يجي اعصارين مع بعض متزامنات في نفس الفترة فهاي من النوادر طبعا العوامل الجوية او المناخية اللي بتتشكل من الزوايا الفلكية لها تأثير كبير على هذا الموضوع فعشان هيك حبيت انه اليوم اني انبه من هاي النقاط وما تخذوا الموضوع يعني بس انه والله حكيت لا خذوا بعين الاعتبار ورح تلمسوا هذا ابتداء من يوم السبت رح تلمسوا اللي انا حكيته ورح تحسوا فيه بشكل مباشر عشان ما نطول في المقدمة وخصوصا انه عنا زوايا فلكية كثيرة اليوم وبدها تركيز لانه داخل في بعض ايجابي وسلب كثير فيها فعشان هيك بدها شوي تركيز طبعا توقعاتنا لليوم السبت 29 ثمانية القمر موجود بالجدي في منزلة سعد بلع اليوم لاخر يوم هي موجودة بالجدي بعد يوم دي يصير فيه خلو مصار عنها هاي المنزلة هي جيدة للعلاج والفراق واطلاف الاموال والحرية وطبعا تأثير القمر لما بيكون بالجدي منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي اثرية والبدء بحمية وشراء بوليس التأمين اما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية يعني زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وطارد رح تكون في تمام الساعة 12 واربع دقائق بعد منتصف الليل منشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 51 و56 دقيقة فجرا منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديث ايجابية بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة 55 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقاول سلبية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام ساعة 58 دقيقة صباحا اكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ يتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 11 و12 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات أما بالنسبة للزاوية التي تليها يعني شوفوا قديش في زوايا اليوم هي زاوية من الزوايا البطيئة زاوية تثلية إيجابية بين عطارد والمشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و27 دقيقة بعد الظهر عند حدوث هذا الاتصال نتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بيزيد من احتماليات السفر والاتصالات أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية اقتران بين القمر وزحل وهي زاوية سلبية ورح تكون من تمام الساعة 5 و17 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من واجه مصاعب وعراقية اللي بتتطلب منها أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاع اللازمي لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمريخ وهاي رح تكون في تمام السبعة ونص مساء بتوقيت جرينتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لإستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة لخلو المسار خلو المسار رح يبدأ من تمام الساعة سبعة ونص مساء ورح يستمر حتى تمام الساعة 12 و37 دقيقة بعد منتصف الليل وعادة خلو المسار بصير لما القمر بيجي بدي ينتقل من برج لبرج وما بشكل زوايا عشان هيك يسمى خلو المسار خلو المسار هو سلبي على جميع الأبراج في هاي الفترة منقول ما حدا يبدأ بأي شيء مهم لا توقيع عقد ولا خطوبة ولا زواج ولا ارتباط ولا شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأت فيه ما قابل خلو المسار أما بالنسبة لعمر القمر القمر الأحدى ب11 يوم فيه تمام الساعة وحدة وستة وخمسين دقيقة بعد الظهر بيصير 12 يوم نسبة الإضاءة 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء لغاية يوم 22 تسعة مزاجها اليوم سعيد القمر في الجدي حتى يوم 38 المزاج سعيد لغاية ساعات المساء بعدين بصير منتحس عطارد في العذراء حتى يوم 5 تسعة المزاج سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم 6 تسعة المزاج منتحس المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه يعني ممتزج اليوم مش قوي بالنحوسة المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة المزاج منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه منتحس أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14 واحد 2021 مزاجه منتحس نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 احداش مزاجه منتحس بلوته في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا المعروف انه القمر موجود في البيت العاشر يعني في بيت السمعة وهذا الاشي مش هالشيء السهل يعني هو بضغط وخصوصا مع تواجد برضو الكواكب هاي والقمر انه بديعمل في ساعات المساء نوع من انواع الاقتران وهذا الاقتران رح يكون مع الكواكب اللي موجودة بالجدي برضو في بيت السمعة والمريخ اللي برضو بعمل زوايا سلبية فاليوم قدر الامكان بدكوا تضبطوا اعصابكو حاولوا ما تتسرعوا بقراراتكو وانفعالاتكو سيطروا على ردات الفعل عندكم حاولوا انكم ما تغامروا ما تجازفوا اليوم باي شيء يعني حاول قدر الامكان تمسك اعصابك قد ما بتقدر اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا اورانوس مش سلب كثير فهو ممكن يجيب بعض الفرص اللي الها علاقة بالمال مثل مكاسب مال او اشياء الها علاقة بفرص عمل او اشياء الها علاقة باسترداد او دفعات او مصاريف بتيجي بشكل مفاجئ ولكن اجمالا الاجواء مش سلبية بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا يعني شوي فيها نوع من انواع التوترات فعشانك مزاجك بكون عصبي ممكن تنشط ببعض الاتصالات والحوارات بتطلب منك نوع من انواع التركيز اللي عنده تنقلات او عنده نشاطات اليوم الها علاقة بالحركة بده ينتبه اثناء حركته او اثناء قيادته للسيارة ممكن يصير لك تعاون ما بينك وبين اخ او جار خلال هذا اليوم اللي عنده امتحان او مقابلة بده يركز بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الزهرة وبشكل زاوية تربيع زي ما حكينا منتحس فعشان هيك بدك تنتبه من امور الها علاقة في البيت حاول انك انت ما تفرض سيطرتك او ممكن تظهر بعض المسائل اللي تشد تعاطفك او اهتمامك اكثر لا امور الها علاقة بالبيت صحيح انه يعني شوي هذا بيت تربيع لا اليك او بعمل تربيع معاك فعشان هيك الفترة هاي والزهرة موجودة فيه فعشان هيك بدك تحذر من اي شيء او مستجدات الها علاقة بالبيت او العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الاجواء الروتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي على المستوى العاطفي تقريبا الاجواء ايجابية شيئا ما بتقارب ما بينك وبين الاحبة ولكن ابتعد عن فرض وجهة النظر او فرض الرأي اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا من الشمس وعطارد ما زالت جيدة وايجابية فبتدعمك على مستوى عمل جديد او انجاز بعض الاعمال او القدرة على انجاز بعض الاعمال عندك بعض الاهتمامات اللي ممكن تكون لصالحك خلال هذا النهار اهمش انك تركز بشكل ايجابي وما تهم العمل ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اما في صحتك او صحة احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه الاجواء برضو على مستوى بيت الشراكي جيدة حاول بس برضو نفس الشيء انك تضبط عصابك ممكن يستاء الشريك من تصرف معين او يحتد فحاول انك ما تفرض رأيك وتتخذ قرارات حاسمة خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة فيها ايجابية فممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالاموال المشتركة يعني اموال الزوج اموال بنك اموال ضريبة اموال دين اموال قرض اموال بنك يعني كلها هاي اسمها اموال مشتركة حتى الميراث اموال مشتركة اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه ما فيها هالاجابية القوية يعني بتتعامل بشكل اعتيادي باتصالاتك وحواراتك مع اشخاص خارج البلاد ممكن تهتم بانجاز بعض الاعمال او المراسلات خلال هذا اليوم في منكو اللي بكون عنده قضية او معاملات قانونية بده يهتم فيها بشكل جيد لانه ممكن يصير فيها بعض الاعطال فبدها بس معاودة المحاولة او تكرار المحاولة مرة اخرى اما بالنسبة للبيت العاشة زي ما حكينا القمر موجود فيه فاليوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على انجازاته القامة اهمش انك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين ويحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة ويحرص على لجمها اذا شعرت ببدايتها اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالاجواء بتدعمك على شيء الاعلاقة بالتلاقي او التقارب ما بينك وبين بعض الاصدقاء او الاتصال او المشاورة مثلا او المحاورة ممكن تهتم بصديق معين او صديق يهتم فيك او يصير تعاون ما بينكم ومكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء خلال هذا اليوم اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا يعني ضاغطة من نبتن شوي مش بالشكل القوي ولكن اجمالا في قدرة على انجاز بعض الامور او الاهتمام ببعض الامور بشكل جيد وممكن انك انت اليوم تهتم بصحة احد الاحبة او بمراجعات طبية او امور استشفائية اهم اشي انك تنتبه على ادويتك وعلى راحتك وعلى غذائك برج الثور طبعا ما زالت الاجواء فيها نوع من انواع الايجابية لانه القمر ما زال موجود في بيتك التاسع لاخر يوم فحاول انك تستغل ايجابية هذا اليوم قدر الامكان يعني رهم انه شوي في بعض الكواكب او بعض البيوت بتضغط عليك الا انه اليوم نفسيتك احسن وعندك نشاط عندك ثقة بالنفس عندك قدرة على التواصل عندك قدرة عالية برضو على الاقناع يعني في عندك هيك اشياء ايجابية اليوم بتعزز كثير من الاشياء اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه في بعض الاهتمامات لمسائل مالية ممكن تحصل بعض المكاسب ام تيجي هاي المكاسب عادة من عمل اضافي او مستردات او هبات ولكن انتبه لما صريفك اكثر لانه في مسألة مالية راح تكون مقلقة خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثالث في الاجواء تدعمك شيئا ما على مستوى الاتصالات والحوارات ممكن تتحسس من موقف معين او مثلا خبر معين هيك يحزنك او يأثر عليك نفسيا خلال هذا النهار في منك راح ينشط بامور الها علاقة بالاتصالات والحوارات اهم اش انك تركزوا بشكل جيد واذا كان عندك امتحان حاولوا انك ما تعتمدوا على الحضوظ اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا يعني بتتطلب منك نوع من انواع الاهتمام لبعض المسائل البيتية ممكن تنجز اعمال بيتية او ترتاح من بعض الاعمال اللي كانت مربكة بالفترة الماضية ممكن تهتم لانجاز اشياء ممكن لها علاقة بالعائلة او حوار او نقاش او تواصل ما بينك وبينهم ممكن تقلق على صحة احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة جدا على المستوى العاطفي ما زالت بتعطيك دافع قوي او تعطيك ايجابي على مستوى العاطفي والحب والتواصل مع الاحبة وقدرتك على التواصل بشكل ايجابي يعني بمعنى انه هاي فترة من المفروض انك انت زي ما حكينا في الحلقات الماضية ما تضيعها عليك حاول انك تحتك بالمجتمع بشكل اكبر هاي جيدة وفيها نوع من انواع الحظوظ اللي بتدعمك وبرضو لاهتمام بامور الها علاقة بالتجميل برضو بتعطيك نوع من انواع الاهتمام بالاحبة او حبيب جديد او مسألة الها علاقة باحد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل تقريبا اليوم ممكن يتراكم عندك عمل معين او تنزعج من عمل معين او ما تقدر تنجز كل اعمالك حاول انك يعني ما تخلي الاعمال هيتتأجل ليوم ثاني حاول انك تنجزها لانه انت جاي على فترة فيها نوع من انواع الصعوبة فعشان هيك يبدك تركز اليوم على انجاز كل ما هو ضروري ومهم اما بالنسبة للصحة فالاجواء تقريبا تحمل نوع من انواع التقلبات حاول قدر الامكان انك انت تبتعد بس عن التوترات العصبية لانها هي اللي بتأثر عليك بشكل كبير وبرضو الامور اللي الها علاقة بالصدع والقلون او الامعاء هي اكثر شيء ممكن يكون او تكون عرضة لالو بالفترة هاي وبرضو في بعض الاشخاص ممكن يعانوا من الام تيجي في الرقبة او اسفل الظهر اما بالنسبة لبيتك السابع فالاجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكة الروتينية يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم في منك رح يهتم بمسألة الها علاقة بالشريك او تقارب ما بينك وبين الشريك بشكل ايجابي وفي منك رح تحمله نوع من انواع المصالحة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة شوي فيها نوع من انواع القلق حاول قدر الامكان تبتعد عن المصاريف لانه الفترة هاي بتحمل مصاريف لها علاقة اما بمصاريف بيتية او مصاريف استشفائية حاول تركز بشكل جيد وخصوصا اموال الشريك والدفعات والالتزامات الفترة هاي ممكن تكون فيها نوع من انواع للزيادة وحاول ما تدخل بمشاريع دون دراستها بشكل جيد اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة او تروج لعمل او تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك اي الفترة نوع من انواع النجاح او الحظ في حياتك العاطفية والعائلية اما بالنسبة للبيت العاشر فعلى مستوى بيت السمعة برضو الاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل وعلاقاتك مع سملائك ورؤسائك بالعمل بشكل جيد ممكن تنجز بعض الاشياء اللي كان صعب انك تنجزها بالفترة الماضية عن طريق التعاون اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة على مستوى بيت الاصدقاء فممكن تنشط اجتماعيا اليوم او تتواصل مع بعض الاصدقاء او يكون لك لقاء مع صديق معين اهم اشي انك اليوم يعني حاول تتواصل بشكل ايجابي اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء يعني تقريبا زي ما حكينا انه المريخ بيضغط بشكل كبير فعشان هيك بتكون تنتبهوا لصحتكم تنتبهوا من بعض التقلبات اللي ممكن تصيبك او تصيب احد الاحبة وبرضو انجز اعمالك وخد يعني انتبه لصحتك تحديدا في خلال هذا النهر برج الجوزاء طبعا بالنسبة للبيت الاول الاجواء تقريبا فيها نوع من انواع الايجابية وبتدعمك بقوة البيت الرابع عندك يعني تقريبا فيه اشياء داعمة للك شوي ممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة يعني في العيلة تهتم في نفسك اكثر اليك بعض النشاطات مع الابناء خلال هذا اليوم يعني فيه نوع من انواع الاجواء اللي افضل من الفترة الماضية شيئا ما وطبعا اخر يوم هذا وبعدين الاجواء بصير فيها قوة حظ اكبر للك حاول تمشي هذا اليوم اذا يعني كانت ضغط النفسي عالي بشكل روتيني اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا بتحمل بعض الفرص اللي الها علاقة بالامور المالية ولكن بالمقابل بكون فيه مصاريف او دفعات او بعض القلق على المستوى المالي اجمالا الاجواء ايجابية ودعمة بقوة بالفترة هاي حاول تستغلها بشكل قوي ولكن هي المصاريف المرهقة او المربكة بالفترة هاي لانها كثيرة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء يعني على مستوى الاتصالات الروتينية اتصالاتك وحوارتك وتواصلك كله روتيني بتتعامل على حسب طبيعتك عندك قدرة على التواصل او الانجازات خلال هذا اليوم او سرعة بديها للتواصل ولكن عصبية ممكن تظهر في لحظات بدك تسيطر عليها ما تعتمد كثير على الحظ اذا كان عندك امتحان او مقابلة خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواب العائلية هي اللي مسيطرة بالفترة هاي في ناس رح تهتم بشؤون الها علاقة بالعقارات او بالاراضي او بالبورصة اللي الها علاقة بالمساكن او الاشي اللي اله علاقة بالدكورات بالمنزل بالعائلة يعني كل اشي بتعلق بالبيوت وبالعائلة وبالعقارات جيد جدا بالفترة هاي حاول انك تستثمر بشكل ايجابي في كل الامور اللي احنا ذكرناها اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا يعني على المستوى العاطفي الروتيني ما في اي شيء ايجابي او سلبي بالفترة هاي يعني كمان خلال الاسبوع هذا انتقال عطارد بيعزز النقطة بشكل ايجابي للامور العاطفية والاجواء العاطفية او التواصل والتقارب ما بينك وبين الحبيب الفترة هاي صحيح انها بتحمل بعض المفاجآت السارة على مستوى العائلي او المستوى العاطفي ولكن ما بتكون على اغلب موليد برج الجوزاء اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء ممكن تظهر بعض الاعمال او بعض الاشياء المفاجئة ممكن تهتم بعمل جديد او تهتم بتقديم طلبات بالفترة هاي او مناقشات او مقابلات اللي عنده اعمالي حاول ينجزها صحيح مهما كثرت عندك قدرة لانجازها ولكن اهتم بدقة المعلومات او بدقة انجازك لهاي الامور يعني ما تتسرع بالانجاز بعدين يكون فيها اخطاء اما بالنسبة للوضع الصحي فاجمالا الاجواء متقلبي عند بعض موليد الجوزاء بتجيب لهم بعض الاوجاع المفاجئة او الامراض المفاجئة شوي بدهم ينتبهوا من بعض التوترات العصبية والتقلبات اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا روتينية على مستوى بيت الشراكي يعني ما فيه اي شي لا ايجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعاملوا على حسب طبيعتكم بالفترة هاي لانه ما فيه اي كواكب بتأثر لا ايجابيا ولا سلبيا فهي طبيعتكم هي الغالبة اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا القمر موجود فيه فعشان هيك الفترة هاي بتعيدوا تنظيم اموركم المالي المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكوا تخففوا من النفقات المتصاعدة سارع في تهدئة الاجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على اراء الغير ممكن تتلقى مساعدة او تعاطف في الفترة هاي عليك انك تتحلى بالليوني والتفكير الموضوعي اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الاجواء روتينية ممكن اتصالاتك على حسب طبيعتك خلال هذا اليوم مع اشخاص خارج البلاد او تواصل لامور الها علاقة بالمراسلات والجامعات اهم اشي اللي عنده اعمال او اشي بتطلب الحركة والنشاط الفترة هاي بده يكون حذر واللي عنده امتحان او مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض لانه شوي لسه الوضع مش لصالحك انتظر يوم الاجواء بتدعمك بصير القمر موجود في البيت التاسع بيدعمك على مستوى الامور هاي بشكل قوي اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا يعني نبت موجود فيها ممتزج بالمزاج يعني بقى رضو منحذر من اي شيء بشوه السمعة اجمالا ما فيها الشيء الخطر قليل من موليد برج الجوزاء هم المعرضين لهاي الامور ولكن اجمالا الاجواء فيها نوع من انواع الايجابية وممكن يعني اشياء يتعزز من سمعتك وممكن تسمع بعض الانتقادات من بعض الاشخاص خلال هذا اليوم اما بالنسبة للعمل فالامور جيدة وعلاقاتك مع زملائك ورواساك بالعمل برضو جيدة اما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد ودعم على مستوى بيت الاصدقاء فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب فبيحمل بعض المفاجآت اللي الها علاقة اما بالعمل او الها بالصحة وهي دائما بتيجي بشكل مفاجئ اما ايجابي او سلبي برج السرطان طبعا القمر مقابلك تماما وهذا الاشي بيأثر عليك بشكل سلبي بالفترة هاي بعطيك ايجابي على مستوى تواصلك مع الشركاء او تعاملك مع الشركاء ولكن بيسحب من طاقتك وبالنسبة لبيتك الاول بيت النفسي بيعتمد على الطاقة بشكل كبير فعشان هيك حاول قدر الامكان انه ما تنفعل ما تعصب وما تحتد بالفترة هاي وبرضو ما تدخل بخلافات او نقاشات لانه دائما بالفترة هاي عدوك او لطرف الاخر خصمك بيكون اقوى منك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على مستوى الامور المالية تقريبا نقدر نحيى روتينية اليوم هاد ممكن بعضكو يحصل بعض المكتسبات او الحقوق لا الو او اشياء الها علاقة بالوضع المالي ولكن عندك ترتيبات ومصاريف او دفعات او التزامات عالية فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد وتقلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فالفترة هاي زي ما حكينا بتحمل نوع من انواع النشاط والحركة والقدرة على التواصل والاتصالات وبرضو رغبة في تنقلات او حوارات او نقاشات اللي عنده امتحان او عنده مقابلة الفترة هاي بنجز بشكل جيد رغبة للمطالعة او الطلاع على بعض المواضيع او الدراسة يعني برضو قوي جدا او لاهتمام بالمدارس اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا تحمل بعض الايجابيات على مستوى البيت وبتعمل نوع من انواع التقارب الجيد ما بينك وبين افراد العائلة ولكن حاول انك ما توجه اي انتقاد او سوء تفاهم ما بينك وبين بعض الاشخاص لانه الفترة هاي شوي يعني ممكن هيك في لحظات تطلع منك بعض الكلمات اللي ما تكون واضحة فتفسر بشكل سلبي ضدك ممكن اليوم يكون لك بعض الاهتمامات العائلية او الانجازات البيتية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا على المستوى العاطفي جيدة تدعمك شيئا ما بتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن تحمل لك بعض الاشياء الايجابية بطريقة التواصل او الخروج مع الحبيب او مثلا حل مشكلة كانت في الايام السابقة او تتراجع عن قرارات سابقة يعني في تواصل مع الاحبة بشكل جيد الاهم انه انت تشحن حالك بطاقة ايجابية وتستغل الفترة هاي بشكل قوي ممكن بعضك يمارس هواية او ايشي له علاقة بالتجميل اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل ضاغطة ولكن عندك قدرة لانجاز بعضها اهم ايشي انك انت تهتم بصحتك بشكل كبير بالفترة هاي على المستوى العملي تقريبا ما زالت الاجواء مش واضحة الرؤية بالشكل الكامل ولكن اذا كنت على رأس عملك او بين ايديك عمل معين فسهل جدا انك تنجز الاعمال الموكلي لا اليك ولكن صحيا بدك تنتبه اما بالنسبة للبيت السابع فاليوم بتعيدوا امور الها علاقة بمراجعات او بمصالحات لانه الجو بعزز شركاتكم سواء في مجال العمل او العاطفة او مع الازواج بوسعكم اتمام خطوبي او زواج او توقيع عقد تجاري هاي فترة شوي بتكون بس سلبيتها لانه بتكون ضاغطة وما بينفعك سواء الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات او الخلافات خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الاموال المشتركة البيت خالي ما فيه اي تاثيرات فعشان هيك ممكن تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة يعني بالاموال المشتركة اما اموال الزوج او اموال بنك او اموال ميراث مثلا او حقوق لا اليك اموال بتحاول الطالب فيها اشياء الها علاقة مثلا باموال الشريك ممكن نفقة ممكن حق لا اليك بتطالب فيه اهم اشي انه الفترة هاي بتظهر بعض المصاريف اللي لها علاقة اما بالبيت او لها علاقة بالمصاريف استشفائية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او اجانب وممكن تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالاطراف هدول او بمراسلات او بامتحانات او بالجامعة مثلا او بتخصصات معينة يعني الاجواء فيها حركة وفيها نشاط على المستوى الاشياء اللي احنا ذكرناها اذا عندك قضية قضائية او امور لها علاقة بالمحاكم اليوم ممكن انها تكون النتائج لصالحة اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة طبعا المريخ مع الزهرة بشكل هست زاوية التربيع فعشان هيك ايه ايه شوي ما نقولك ما تتهور عاطفيا ما تجازف عاطفيا ما تغامر عاطفيا اضبط اعصابك قدر الامكان ما في داعي للتهور والانفعالات اما بالنسبة للعمل فهو جيد والامور جيدة وممكن تحصل بعض الامور اللي لها علاقة بالعمل بس ما تدخل بخلافات ونقاشات مع زملائك ورؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيحمل لك مقابلات او لقاءات او حوارات او بتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء صديق معين اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء الروتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اهم اش انك تنجز اعمالك وتنتبه لصحتك لغذائك وراحتك برضو برج الاسد طبعا القمر الان موجود في البيت السادس ولاخر يوم بدي انتقل لمقابلتك لما بدخل على الدلو بصير مقابلك تماما فعشان هيك شوي الاجواء بلشت تاخد منحنى ضاغط ان كان على المستوى الصحي وان كان على المستوى النفسي لانه مرحلة المقابلة متعبة شوي فعشان هيك بدكوا تنتبهوا على نفسكم على ردات فعلكم ممكن بعضكوا يشعر بالتعب او بالارهاق ممكن مرض معين مزمن والفترة هاي يتهيج عليك او يظهر الى بعض الانتكاسات فتطلب منك نوع من انواع الاهتمام فاهم الشي انك تحافظ على هدوءك ومرونتك وصبرك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى المالي اليوم ممكن تهتم ببعض المسائل المالية او تحقق بعض الانجازات او بعض المكاسب المالية في منكم ممكن ينشط بعمل اضافي او مستردات او هبات او يحصل بعض الاشياء اللي ممكن ما كان متوقعها بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتناقلات وعندك برضو قدرة على الاقناع والمناقشة بالفترة هاي اهم شي انه اذا كان عندك امتحان او مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا على مستوى البيت يعني منقدر نحكي جيد جدا يعني بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين افراد العائلة ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية او بتقارب مع احد افراد العائلة او تهتم بمسائل الها علاقة بالعقارات او بالبيت او ديكور او ترتيبات او تصليحات يعني بدها بعض الاهتمام منك اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء العاطفية تقريبا نقدر نحكي مش بالشكل القوي ولكن انه برضو عندك قدرة على التواصل مع الاحبة خلال هذا النهر او ممارسة هواية معينة الاهم انه حاول انك ما تصدر قرارات واضبط انفعالاتك وخصوصا اثناء تعاملك مع الاحبة او احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك يعني ما تجهد حالك كثير وما تحمل اكثر من عمل مع بعض بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم وحاول انك تكون منظم احسن ادارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين ما تهمل صحتك طبعا حاذر من الجدال مع المعاونين اللي هم الاشخاص اللي في مكان عملك او رؤساك بالعمل لا تأجل ولا تماط العمل خلال الفترة هاي حتى لو اضطررت للعمل لساعات اضافية لانه ممكن تتراكم عليك بالفترة القادمة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه روتينية يعني تعاملك ما بينك وبين الشريك او بينك وبين الزوج روتينية بالفترة هاي ما فيها الاشي السلبي اللي نقول والله سلبي الاجواء لا بالعكس يعني فيه اشياء ايجابية ممكن مصالحة او تقارب او تلاقي انت والشريك على نقطة معينة وخصوصا ما بين الازواج لكن اجمالا حاول انك تضبط اعصابك لانه طاقتك شوي ضعيفة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء برضو على المستوى الاموالي المشترك اليوم ممكن تهتم بدعم معين او فكرة معينة او مشروع معين او تحسين وضع معين ممكن تتحرك بهذا الاتجاه ممكن تحصل على بعض المكاسم من بعض الاشخاص كنوع من انواع الدعم وممكن تهتم بمسالة لها علاقة بالقروض والديون يعني تكون شوي هاي الفترة تطلب منك نوع من انواع الاهتمام اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء طبعا المريخ اللي بعطيك نوع من انواع المغامرات بالتعاطف او ممكن استغلالك عاطفيا او تندمج مع شخص وهو بشكيلك فتروح اللي انت بدك تساعده اللي انت خسران مش يعني يعني يتستغل من النقطة هاي وخصوصا اشخاص اجانب او من خارج البلاد او على مستوى مؤسسات تعليمية او دراسة او تعليم او امور حتى امور قضائية ممكن يعني تورط حالك بشيء انت بيغنى عنه حاول ما تجازف وما تغامر وانتبه على حالك وعلى وضعك اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة بتقولك دير بالك يعني الاجواء ما بتخوف كثير ولكن ما بتتطلب منك المجازفات بالفترة هاي ولا الخلافات على مستوى العمل او الحدية بالطباع اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء على مستوى بيت الاصدقاء جيدة فاليوم ممكن يحمل لك لقاء او يتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة او لقاء معين او ممكن تجيك فرصة عمل او دعم معين لالو علاقة بالعمل من خلال صديق او معاونة صديق لاي لك الاجواء فيها نوع من انواع الايجابية وبتدعمك برضو بشكل ايجابي وحاول انك تستغلها اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب يعني عندك اول اشي الزهرة والزهرة عاملة زاوية تربيع مع المريخ فهاي بتأثر على اشياء الها علاقة بمنطقة الصدر منطقة القلب منطقة التنفس للي عندهم ضعف هاي الامور وبرضو على منطقة الها علاقة بالوسط يعني من البطن مسالك بولية وامور الها علاقة بالبروستاتا برج العذراء طبعا بالنسبة للبيت الاول الامور جيدة اليوم برضو انت حسيت انه في فارق عن الايام الماضية يعني الحدية خفت شوي في نوع من انواع الثقة بالنفس اكثر عندك قدرة على انجاز بعض الامور او الاهتمام بنفسك بشكل اكبر يمكن صرت تنظر لحالك وتهتم في حالك اكثر ما تنظر لغيرك وهذا المطلوب بالفترة هاي اكثر لانه انت الاهم يعني لازم تشحن حالك بطاقة ايجابية قدر الامكان وتحاول تعوض الاشياء اللي اغسرتها بالفترة الماضية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على مستوى البيت الاموال يعني الاجواء روتينية يعني بتتعمل على طبيعتك في الفترة هاي بامور العلاقة بالمكاسب او المستردات او الهبات او الدعم او الرواتب ولكن حاول قدر الامكان انك تقلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة بقوة اليوم على مستوى البيت الثالث وبتدعمك على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات وحتى على مستوى التواصل مع اشخاص يعني كان صعب انك تتواصل معهم بالفترة الماضية او انك تبرع باقناع بوجهة نظرك او بالترويج لا شيء معين كلها اجواء ايجابية ودعمة وفي منك رح يهتم بمسائل العلاقة بسيارة او بهاتف خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا مستقرة شيئا ما بتقدر تتواصل مع افراد العائلة ولكن ابتعد عن اصدار الاوامر حاول انك انت تتعاطف وتتعامل بشكل جيد وتتقارب مع افراد العائلة ممكن تظهر بعض المسائل اللي الها علاقة بالبيت زي اعطال او ترميمات تصليحات او اهتمام بمشكلة او مسألة عائلية خلال هذا اليوم يعني حاول انك تكون يقض ممكن تحملك نوع من انواع التقابل او التلاقي ما بينك وبين اخ او جر اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الاجواء جيدة شيئا ما لغاية ساعات المساء حاول انك يعني اليوم رغبتك ممتازة للتقرب من الاحباء حاول انك تحمل نوع من انواع المصالحة وتعزز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج اساريرك وممكن تعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة ايجابية ومناسبة لطرح الافكار والارتباط اهمش انك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والاحبة حاول انك تصحح الاخطاء بالفترة هاي قدر الامكان اما بالنسبة للبيت السادس فلا اجواء على مستوى العمل يعني منقدر نحكي انه عندك قدرة لانجاز عمالك ولكن بدك تنتبه ان انجز الضروريات والمهمات في خلال اليوم هذا لانه ابتداء من بكر القمر رح يتحرك للبيت السادس فممكن يظهر بعض الاعمال الصعبة او تلاقي صعوبة في انجاز بعض الاعمال اما بالنسبة للوضع الصحي فتقريبا الاجواء يعني ما فيه اي شيء لا في بيتك المتاعب ولا في بيت الصحي فهي الاعراض بس بتهدد الاشياء اللي الها علاقة باللي عندهم امراض مزمنة زي ما حكينا خصوصا الربو او التحسس الصدري هذولا اكثر نقاط بتكونوا حذرين منها بالفترة القادمة اما بالنسبة لامور الليها علاقة بالبيت السابع فبيت الشراكي تقريبا جيد اليوم بيحمل نوع من انواع التواصل او الايجابية اثناء تعاملك مع الشريك فممكن تحملك تقابل او تلاقي او تراجح عن قرار سابق او مصالحة اهمش انك تبتعد عن الانتقاد او توجيه اللوم عشان الامور يصير فيها ايجابية اكثر اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا المريخ اليوم بيدفعك على مستوى الاموال المشتركة او رغبة في اموال الغير او بتحاول انك تحصل على مكاسب ممكن صعبة ولكن ممكن بعضكو يستغل طريقة غير مشروعة للتحصيل على هاي المكاسب او المحايلة وفي منكو رح يكون عنيف في اثناء مطالبته لمال او لدين له فشوي ممكن يحتد ويعصب او يصدر منه بعض الكلام اللاذع والجرح اما بالنسبة للمصاريف فالمصاريف بتتركز كلها على امور الها علاقة اما بالبيت او الها علاقة ببعض الشؤون الصحية اللي بتتعلق بغيرك مش فيك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام باوراق قانونية او معاملات او اشياء الها علاقة بالتعليم اهمش اذا كان عندك امتحان او مقابلة تركز بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد ما فيه اي مخاوف وبدعمك على مستوى العمل برضو وبرضو بيتك 11 يعني شوي هو ممكن ينضحك عليك او تستغل من بعض الاشخاص بانهم يستميلوك عاطفيا يعني يحزنوك عليهم فتروح لا انت مرت حالك بمسألة مع احد الاصدقاء او مع احد المعارف اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب ما فيه اي مشاكل بالعكس الاجواء جيدة وبتدعمك حاول انك تستغلها لانجاز بعض الاعمال بما انها دعم للك حاول تهتم بغذائك وراحتك اهتم بصحتك ما تهمل صحتك نهائيا بالفترة هاي برضو بتحمل نوع من انواع القلق على احد الاحبة او على احد الوالدين صحيا برج الميزان طبعا بالنسبة للميزان معروف انه القمر موجود في البيت الرابع لا الكم لاخر يوم هو بشكل زاوي التربيع معكم ممكن شوي يكون مربك في تواجده او بيحدث بعض التقلبات على المستوى النفسي شوي بضغطكم بيخليكم عصبيي المزاج او متقلبين بالمزاج فحاولوا تشحنوا حالكم بطاقة ايجابية قدر الامكان او مضوها اليوم على خير بدون اي خلافات او نقاشات وبعدها الاجواء راح تصير لصالحكم بقوة يعني تعوذ كل الاشياء اللي راحت عليكم بالفترة هاي يمكن الاهتمام اكثر بيتي او عائلي خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا على مستوى الامور المالية في منك راح يحصل مكاسب مالية بتيجي عادة من عمل اضافي او مستردات او هبات او دعم معين او الاهتمام ببعض المصاريف يعني الاجواء فيها نوع من انواع الايجابية يعني بتدعمكم بشكل قوي اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة على مستوى التواصل والتنقلات والحوارات والنقاشات مش بالشيء الكبير ولكن لو انحطيتم موقع لمواجهة او لمقابلة او لمناقشة فعندك قدرة جيدة على الاقناع ولكن اهم شي تضبط عصابك اما بالنسبة لامور الا علاقة بالدراسة او بالمقابلات حاول انك تكون مستعد بشكل جيد في منك رح يكون له بعض الاهتمامات باشياء العلاقة اما بسيارة او بهاتف او باحد الاخوة او الجران اما بالنسبة للبيت الرابع طبعا بوسعكوا ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم ابتجدوا تعاون من افراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي او منزلي وممكن تظهر مشاكل شخصية اهم شي انك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة الاجواء شوي فيها نوع من انواع العدائية او نوع من انواع التوتر اهم شي انك تراعي وضعك الصحي اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا منقدر نحكي على المستوى العاطفي يعني روتينية بتتعامل على حسب طبيعتك ممكن تنشط ببعض المسائل اللي لها علاقة بالحبيب او احد الاحبة او تهتم باحد الابناء او مثلا باحد الوالدين كتواصل مثلا او اهتمام بمسألة معينة ولكن الاهم انك تحاول انك ما تتخذ قرارات شوية تكون متسرعة او جارحة للحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فبتطلب منك اهتمام ببعض الاعمال او ممكن يظهر لك عمل مربك للهذا النهار عندك قدرة على انجاز اعمالك ولكن حاول انك ما ترهق حالك كثير وما تحمل اكثر من عمل مع بعض يعني حاول تحمل الاشياء الضرورية او تعمل الاشياء الضرورية والمهمة برضو على المستوى الصحي حاول انك تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات اذا انت من الاشخاص اللي بيعانوا من امراض مزمنة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء يعني بتحمل نوع من انواع الحدية او الاستياء من الحبيب او من الشريك او ممكن اهمال او تقصير او مواجه وكلام لاذع بطلع هيك زي السم في لحظات حاول قدر الامكان تضبط اعصابك وتضبط انفعالاتك بدون ما انك تكبر المشكلة من لا شيء او من شيء بتقدر تتجاوزه اذا ضبط اعصابك برضو الفترة هي بتحمل يعني نوع من انواع الضغط على مستوى اوراق قانوني ومعاملات اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا نقدر نحكي على المستوى الاموال المشتركة ممكن تظهر بعض المسائل اللي لها علاقة بالبنك او ضريبة او تأمين او مستحقات او مستردات او قانونية فاهم من شيء انك تضبط اعصابك للفترة هي بتحمل بعض المصاريف اللي لها علاقة اما بالبيت يعني بالعائلة او بامور لها علاقة ببعض المسائل اللي لها علاقة بالصحة اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا نقدر نحكي روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصلك مع اشخاص قارج البلاد او امور الامتحانات او امور السفر هدولة الثنتين بتطلبوا منك انك تنتبخ خصوصا على الشوارع المفتوحة وبرضو في الامتحانات بدك تركز وما تعتمد على الحظ يعني الاجواء تقريبا روتينية ولكن برضو لازم ننوه لبعض التحذيرات لانه برضو الزاوية مش سهلة اللي بتتشكل مع هذا البيت اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة بتحذر فبتقول لك دير بالك على سمعتك وخصوصا اللي لهم علاقات عاطفية حاول انك ما تشوه سمعتك وما تجازف بسمعتك مع الحبيب بالفترة هاي ممكن تستغل من الحبيب بمسألة معينة فحاول قدر الامكان تضبط اعصابك برضو على مستوى السمعة هاي بتجيب لك شوية الاشياء اللي بتفكر انها ايجابية ولكن ممكن انها تشوه سمعتك وبرضو تظهر بعض الخلافات على مستوى العمل او مع زملائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني على مستوى تعاملك مع الاصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء صديق معين خلال هذا اليوم اهم ايش انك تحاول تحتك اجتماعيا وتعمل واجباتك الاجتماعية بشكل جيد اما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا ضاغط بشكل كبير لانه هو اللي بتجيب الاعطال او بيعطل بعض المسائل او بيوهمك ببعض المسائل فبدك تنتبه لعملك وتنتبه لصحتك برج العقرب طبعا القمر موجود في بيت حليف لايك لهو البيت الثالث فعشان هيك بعطيك طاقة كبيرة للتحرك والنشاط وعندك قدرة على انجاز كثير من الامور خلال هذا اليوم عندك سرعة بديها وقدرة على الاقناع عالي جدا ورغبة للتحرك والاتصالات بشكل كبير مزاجك يعني معتدل الاجواء داعمة لك خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا بتظهر بعض المصاريف او الاعباء او القلق من وضع مالي او اعادة حسابات معينة او تهتم بحسابات بشكل معين الاجواء بدها نوع من انواع الاهتمام بشكل مباشر وممكن تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالدفعات او يجيك بعض الدفعات اللي ممكن تكون مربكة احاول انك تقلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فالبيت الثالث طبعا اليوم بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع اخ او جار برضو بتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر لاجواء لطيفة وبتحملك لقاء عاطفي او مصالحة او ورشة عمل لتأهيل قدراتك اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت روتينية يعني بتتعامل بشكل روتيني مع الامور العائلية او المنزلية ما عندك يعني هالالاشي الجديد او الاشي اللي بأثر عليك الوضع تقريبا روتيني على مستوى البيت والعقار والاعطال او الامور المستجدة على مستوى البيت بتتعامل معها على حسد طبيعتك وعندك قدرة على الاهتمام بالمسائل العائلية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي تقريبا اليوم فيها نوع من انواع الايجابية بتقارب ما بينك وبين الحبيب او ممكن تهتم ببعض المسائل العاطفية او مسائل الى علاقة بهواية معينة او تقارب مع احد الاحبة برضو بتحمل نوع من انواع الايجابية بعلاقتك مع احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فهنا برضو بنرجع على الصحة الصحة اللي بتهدد من المريخ فعشان هيك بدك تنتبه لصحتك قبل ما ندخل على العمل حاول تبعد عن اي اشي بيعمل نوع من انواع التشنجات او التوترات العصبية او الالام اللي لها علاقة بالعضلات بالعصاب بالمسالك البولية والصداع هذولا نقاط ضعف يعني حكيتها بالعموم لانه بالاجمال موليد العقرب هاي النقاط الضعف اللي موجودة عندهم اما بالنسبة للعمل فما تندفع وما تتهور وركز بانجاز اعمالك عشان ما يكون فيه خطأ وبعدين الخطأ هذا تتحاسب عليه يعني بدك تنجز اعمالك وتركز اما بالنسبة للبيت السابع فهنا منقول لك دير بالك من امور العلاقة بالشراكة لاجواء جيدة وايجابية ولكن ممكن تظهر بعض الانفعالات او التوترات بشكل مفاجئ حاول تسيطر عن فعالاتك تقلبات المزاج لانه شوي الاجواء يعني بتكون فيها نوع من انواع الحدية اثناء التعامل مع الشريك او تعاملك ما بينك وبين الازواج اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا جيدة على المستوى المالي فهي بتدعمك على مستوى الاموال المشتركة ممكن تحقق بعض الامور اللي الها علاقة اما بمستردات هبات دعم معين او امور مالية مشتركة او امور اموال الشريك ولكن برضو عند اغلب او الاكثرية من موليد برج العقرب ممكن تظهر عندهم بعض المصاريف اللي الها علاقة اما بالبيت او بالعقارات او بامور استشفائية اما بالنسبة للبيت التاسع فهنا منقولك دير بالك اثناء حواراتك نقاشاتك تنقلاتك وخصوصا في الامتحانات خصوصا الجامعية او بالمؤسسات التعليمية او بشركات الاستراد والتصدير او المؤسسات الكبيرة اثناء تعاملك مع الاشخاص اللي لهم علاقة بانهم اجانب او عايشين خارج البلاد او مغتربين او سفر بدك تكون حذر وتتفقد اوراقك بشكل جيد وحتى على مستوى القضايا القضائية بتطلب منك نوع من انواع التركيز اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا يعني روتينية ممكن تنجز بعض الاعمال المهمة بمعاونة او بمساعدة زميل او رئيسك بالعمل او يكون لك تعامل مع احد الزملاء في مكان عملك ممكن تهتم بمقابلة او بمشروع او يكون عندك بحث معين خلال هذا اليوم او ممكن عمل مشترك الاجواء ايجابية وبرضو بتدعم بشكل جيد وبتقارب ما بينك وبين زملائك ورؤساك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء بتدعمك على المستوى الاجتماعي فعشان هيك بتنشطوا بامور الها علاقة اما بالاصدقاء او ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او عمل اجتماعي او تواصل اجتماعي الفترة هاي مناسبة وقوية جدا جدا على هذا المستوى حتى في اشخاص ذكور او ايناث ممكن يرتبطوا بشكل تقليدي من خلال مناسبة اجتماعية اما بالنسبة لبيتك 12 طبعا بالنسبة لبيت المتاعب الاجواء بلشت تحرك ضدك شوي فعشان هيك بتظل الاوضاع الصحية متقلبة بالفترة هاي وبرضو امور الها علاقة بالنيران بتكو تنتبهوا منها بشكل جيد والاصابات امور الها علاقة برضو بالعمل بتكو تركزوا ما تندفعوا ما تتهوروا ما تأجلوا اعمالكو ما ترهقوا حالكو حاول برضو تهتم بصحتك او ممكن يكون لك اهتمامات بصحة احد الاحبة برج القوس طبعا القمر موجود في البيت الثاني وهذا يعني بخلي في نوع من انواع النشاط او الاستقرار النفسي عندكم اكثر بتلاقي انه نفسيتك مرتاحة في عندك استقرار شوي قفت الضغوط عن الفترة الماضي يعني بشكل ملحوظ عند اغلب موليد برج القوس عشان هيك اليوم نفسيتك برضو احسن وعندك قدرة على الحركة او رغبة للتحرك باكثر من اتجاه مع بعض او عندك مخططات حابب انك تنجزها خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا القمر موجود فيه فالفترة هاي بتحمل فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف اموالك حاول تكون عاقل بصرف الاموال ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي او قرض او تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة ايجابية ممكن تحقق خلالها ربح معين اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا روتيني على مستوى الاتصالات والحوارات وتواصلك مع اشخاص خارج البلاد او داخل البلاد ممكن تنشط بعمور العلاقة بالدراسة او التعليم او بحث عن موضوع معين او نقاش موضوع معين اللي عنده امتحان او مقابلي بس بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض وانتبهوا لردات فعلكم اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا ايجابية على مستوى البيت وهي بتقرب من ما بينك وبين افراد العائلة شوي بتعمل نوع من انواع التوافق ما بينك او تهتم في مسألة بيتية او عائلية صحيح انه بتحمل نوع من انواع سوء التفاهم او النقاش الحاد او الحوار الحاد ولكن اجمالا الاجواء مسيطرة عليها في منك رح يهتم ببعض المشتريات او ترتيبات تصليحات اهتمامات عقارية مثلا او بالعائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء العاطفية تقريبا حادة يعني اليوم حديتها الزيادة فعشان هيك شوي الاجواء متقلبة حساسيتك الزيادة تستاء بسهولة بيكون لك شوي يعني بتكون عنيف في ردة الفعل او في الانتقاد او في توجيه الكلام اللاذع قصوصا مع الاحبة مع الابناء مع الوالدين دك تكون حذر برضو شوي ممكن تكون متسرع في بعض النقاط اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها بتحمل مفاجآت على مستوى العمل ممكن المفاجآتها يتكون عمل زيادة بتطلب منك الاهتمام او ممكن مشكلة في عمل معين فانتي لتتصدر لعملية حلها في منك رح يتم ببعض الاشياء الصحية اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على المستوى الشراكي تقريبا فيها نوع من انواع الايجابية بتقارب ما بينك بين الازواج او ما بينك وبين شركائكم وممكن اليوم تحمل نوع من انواع اما المصالحة او المعاتبة على شيء معين اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة شوي يعني فيها نوع من انواع الضغط ديروا بالكم من النصابين والمحتالين ديروا بالكم انه حد يستعطفكم في مسألة معينة مالية فينصب عليكم او ياخذ من اموالكم او يخليك تكفلوا في الفترة هاي الاجواء مش داعمة للك برضو بتعطيك رغبات شريها لا او شراها بالرغبات خصوصا بالمصاريف والدفعات او يعني شوي هيك بتخليك دخل حالك بالتزامات انت بغين عنها اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاوراق القانونية او التعليمية او الجامعات او الامتحانات اهم شي اذا كان عندك امتحانة او مقابلة اتركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض وانتبه اثناء تقنقلاتك وخصوصا على الشوارع المفتوحة اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة وبرضو تعطي مجال للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او فرص لبعض الاشخاص انهم يبحثوا عن عمل او يدموا مقابلات وبرضو اللي بيشتغلوا على رأس عملهم عندهم فرص جيدة لتدعيم علاقتهم مع زملائهم او رؤاساهم بالعمل بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء على مستوى الاسمعة الاصدقاء واللقاءات الاجتماعية وهذا طبيعية وروتينية اللي بتتعامل فيها على حسب طبيعتك ممكن تنشط بزيارة او مناسبة اجتماعية ممكن يكون لك بعض التلاقي او التعامل مع بعض الاصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما فيه اي تأثيرات لا ايجابية ولا سلبية على مستوى بيت المتاعب ما فيه كواكب موجودة في بيت متاعبك اللي هو العقرب فعشان يكل اجواء بتحمل نوع من انواع الايجابية تعطيك قدرة على انجاز بعض الاعمال وبرضو على الاهتمام بصحتك فممكن تنجز اعمال كان صعب انك تنجزها بالفترة الماضية وممكن يكون عندك قدرة لاستكشاف او اكتشاف حد او اشخاص ممكن انها بتتآمر عليك بالخفاء برضو بتحمل نوع من انواع القلق على صحة احد الاحبة برج الجدي طبعا اليوم برضو ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اهمش انكم تبادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل نوع من انواع الانفراج وبرضو تقدم الموس بعد مراوحة وركود بس عليك انك تتحلى بالحكمة والواقعية للامور ممكن تشتد عزيمتك وترتفع المعنويات وتستعيد سيطرتك وتحقق نجاح باهر بالفترة هاي وخصوصا اذا استغليت الفرص بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا على المستوى المالي روتيني ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي ابتداء من بكرة اهتمامتك كلها بتصير على المستوى المالي اما بالنسبة لليوم فممكن بعضكم يهتم براتب باموال بتعود له تحقيق بعض المكاسب عادي بتيجي من عمل اضافي ولكن بتكون ديروا بالكم من المصاريف او المصاريف للزيادة او قلق من وضع مالي معين اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا بتدعمك على مستوى النشاط والحركة والتواصل والقدرة على التواصل وتحقيق بعض الاشياء الايجابية اللي تدعمك خلال الفترة هاي اهم شيء انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وتحاول انك انت تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالامتحانات او بالمناقشات او بالحوارات اذا كان عندك شيء حب انك تسوق له اليوم الفرصة مناسبة اذا كان في يعني تعطيل عليه بالفترة الماضية اليوم ممكن تكرر المحاولة عليه بس اذا كان عندك امتحان او عندك مقابلة حاول انك تركز وما تعتمد على الحظ بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الرابع فهنا المشكلة الكبيرة اللي هي بتأرقك او الوضع اللي بأرقك اللي له علاقة بالبيت او بالعقارات او باحد افراد العائلة او مشكلة عائلية او ممكن تظهر بعض الاشياء اللي الها علاقة بالبيت ككل او العيلي ككل انه هذا بيت العائلة بيت الام فعشان هيك شوي بكون فيه نوع من انواع الحذر خصوصا انه المريخ والزوايا اللي بشكلها فممكن تتعاطف او تنصدم بمسألة عاطفية لها علاقة بالبيت اما بالنسبة لبيتك الخامس على المستوى العاطفي بتجيب لك اشياء مفاجئة على مستوى علاقتك مع الاحبة بالفترة هاي ممكن لقاء او تعاطف او هواية او ممارسة هواية او تنجح بترويج لا اشي العلاقة بهوايتك مثلا او اشي فني اهم اشي انك الفترة هاي تشحن حالك بطاقة ايجابية قدر الامكان وتخلي تواصلك ما بينك وبين الاحبة يعني يكون متوازن وجيد وداعم لالك بشكل كبير احذر من المفاجئات اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل شوي فيها نوع من انواع الضغط اليوم فممكن يتراكم عندك بعض الاعمال او ما يكون عندك قدرة على انجاز الاعمال ككل او مشكلة في عمل معين او مع احد المعاونين في مكان العمل اهمش انك انت تركز بشكل جيد وانتبه لبعض التقلبات الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فهنا شوي يعني بتدعمك على مستوى الشراكة ولكن بتخليك حساس زيادة اللي ممكن يجرحك الشريك بكلمة او يتصرف تصرف شوي يأذيك او تظهر بعض المسائل اللي ممكن تأذيك بسبب تصرفات الشريك اللي شوي ممكن تكون متهورة بالفترة هاي حاول قدر الامكان انك ما تصاعد الامور وما تكبرها لان الفترة هاي برضو بتهدد استقرار العلاقات الضعيفة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة تقريبا نقدر نحكي انها فيها ايجابية عالية فممكن تحصل بعض الامور اللي الها علاقة بالاموال المشتركة اللي الها علاقة باموال الزوج او اموال الشريك او مستردات دعم قروض كلها هاي الامور ممكن شوي يكون لك بعض الاهتمامات فيها ولكن حاول انك ما تغامر باي مشروع او بمصاريف او باشياء ممكن عقود تطلب منك التركيز فيها قبل ما توقع عليها وحاول تستشير اهل الاختصاص اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء هنا من قلك يعني دعمة بقوة كبيرة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات وتعاملك مع الاجانب او تعاملك مع شركات او مؤسسات دولية او مع الجامعات او الامتحانات او المقابلات او اوراق قانونية او محاكم قضايا كلها هاي دعمة وكلها بتجيب لك فرص وبرضو بتجيب فرص لبعض الاشخاص بارتباط من اجانب او ارتباط باشخاص خارج البلاد اما عاطفيا او امور الهلاقة بالزواج اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة جيد وبيدعمك بقوة بالفترة هاي بعزز من ثقتك بالنفس وقدرتك على الدفاع عند سمعتك وبرضو امور الهلاقة بالعمل او زملاء العمل او رؤساء العمل اللي بتكون ايجابية اما بالنسبة لبيتك 11 فممكن تنشط ببعض المسائل اللي الها علاقة باللقاءات الاجتماعية ما بينك وبين الاصدقاء وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي او مناسبة اما بالنسبة لبيت المتاعب فما فيه اي مخاوف بالعكس عندك قدرة لانجاز اعمالك ومراقبة صحتك لكن بتحمل هاي الفترة نوع من انواع القلق على صحة احد الاحبة اللي بيطلب منك نوع من انواع الاهتمام او السؤال عنه او شوي مجاملات اجتماعية برج الدلو طبعا بالنسبة للدلو معروف ان اليوم على المستوى النفسي مش اليوم المناسب يعني فيه نوع من انواع الضغط او الارتباك او تعطيل او اعطال او مزاجيا متقلب هذا لاخر يوم بكرة القمر بصير موجود عندك بيعطيك طاقة ايجابية وبيشحنك بطاقة عالية جدا وممكن تحقق كل الاشياء اللي تراكمت عندك خلال الايام هاي او الايام الماضية اما بالنسبة للبيت الثاني فهنا الاجواء على المستوى امور مالية ممكن تظهر بعض المسائل اللي شوي تطلب منك نوع من انواع الاهتمام بمسائل او مصاريف او مستردات او هبات او عمل اضافي ممكن تحصل بعض المكاسب خلال هذا اليوم ولكن الاهم من هذا انك تحاول انك تقلل من مصاريفك وتراقب ميزانيتك بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء هنا اليوم بتعطيك نوع من انواع الانفعال العاطفي يعني عصبية تصرف انتقاد ممكن تستاء من شيء معين فتظهر عصبيتك بشكل حاد وبرضو نقاشاتك تكون حادي حاول تضبط عصابك قدر الامكان ما في داعي للانفعال او للتهور او للتصرفات المتسرعة بالفترة هاي حاول ان تركز اثناء حركتك اثناء قيادتك للسيارة اثناء الترويج لمشاريعك او لعملك حاول برضو تهتم بامور الها علاقة بالامتحانات او الها علاقة بالتنقلات يعني بدك تعتمد على قدراتك وتدرس وتستعد وتنتبه لكل شيء وما في داعي للمغامرات او المجازفات ان الحظ بدعمك ما في حظوظ بتدعم بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا بتجيب بعض الاشياء المفاجئة ولكن اجمالا اليوم ما في اي شيء مستجد على مستوى البيت الاشياء مسيطرة عليها بشكل كامل ممكن تيرتاح بالك من بعض المسائل البيتية او العقارية او الاهتمام ببعض المسائل اللي الها علاقة بامور بالبيت بالعقارات بالعائلة ممكن شوي تنشط اجتماعيا اكثر بالفترة هاي او ترغب انك انت تضلك في البيت او انك تجد لك زاوية في البيت ترتاح فيها اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي وعا مستوى الحضوض بنقول الاجواء الروتينية ما في اي شيء داعم للك فبتتعامل على حسب طبيعتك مع الاحبة او مع افراد العائلة او مع الابناء او الوالدين يعني اهتمامك روتيني عادي ممكن يعني تهتم بمسائل فكرية اكثر او متابعة امور ثقافية ولكن اجمالا انت بتتعامل بشكل روتيني خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء يعني شوي ضاغطة فعشان هيك بتضغطك صحيا وبتضغطك على مستوى العمل حاول انك ما تجازف بصحتك ما تغامر ما تهملها وبرضه اهتم بانجاز اعمالك وما تخلي حد يستغلك ويطلع على كتافك في مكان العمل يعني تنجز عمل وبعدين ينسبه لنفسه اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الشراكي شيئا ما بتعمل نوع من انواع التحاور او التلاقي على مسألة معينة ما بينك وبين الزوج او الزوجة ولكن بتعدوا عن النقاشات الحدي والحوارات الحدي لانه الاجواء لسه ما صارت مناسبة خليها لحديث مع القمر يوصل لعندك بتقدر تبرر او تطلع وجهة نظرك بشكل جيد صحيح انه ممكن تتعرض لبعض المضايقات ولكن ضبط النفس اهم اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء الاهتمام كله على الدعم وعلى الاموال المشتركة على القروض على الديون على اموال الزوجة او الزوجة على امور الها علاقة بالبنوك او الها علاقة بالمستردات المالية او اموال اليك بتحاول تحصلها او بتحاول انك يعني توقف استنزاف مصاريف عبئ عليك او ضغط عليك بشكل كبير هذا كل اللي بدور بالفترة هاي او بتركز عليه بالفترة هاي حاول انك انت بس تحسن عملية التصرف اليوم مش ايجابي لحسم امور الها علاقة بالشراكة خليها للقمر يوصل عندك بتكون الاجواء احسن اما بالنسبة للبيت التاسع فاتصالاتك الخارجية او تواصلك مع اشخاص خارج البلاد روتيني ممكن تهتم ببعض المسال اللي الها علاقة بالجامعات او الدراسة او الامتحانات ولكن بتطلب منك التركيز اكثر لانه ممكن تكون متسرع او يلتبس عليك الامر اثناء تقديم الامتحان فعشان هيك حاول انك ما تعتمد على الحظ اعتمد على جهوزيتك وعلى دراستك واستعدادك حتى على مستوى القضايا القضائية وعلى مستوى ترقلاتك اما بالنسبة للبيت العاشر فهو بدعمك على مستوى بيت السمعة تقدر تعزز سمعتك وعلاقتك مع زملائك او رؤسائك بالعمل وممكن يكون في تعاون ما بينك وبينهم اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن تنشط ببعض اللقاءات او الامور الاجتماعية او لقاء بعض الاصدقاء او التعاون معهم او يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة اما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا يوم اخر بتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في انجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك او تعاني من تراجع معنوي او صحي ما تحسم امر الفترة هاي سلبية ومخيبة الامال وممكن تندم على اي خطوة بتقوم فيها فعشان هيك منقول لك اجلها لبكرة برج الحوت طبعا بالنسبة للبيت الاول اجواء اليوم تقريبا فيها نوع من انواع الايجابية فحاول انك اليوم تتحرك وتنجز كل الاشياء المهمة او الضرورية او الاشياء اللي بتطلب منك الاهتمام تحاول تنجزها خلال هذا اليوم لانه ابتداء من ساعات المساء بيصير فيه نوع من انواع الضغوط وخصوصا مع انتقال القمر لبيت متاعبك فهذا رح يعطل عليك مسائل كثيرة لمدة يومين وربع يومين ونص فعشان هيك بدك تكون يعني سباق للامر ومحتاط اكثر للامور والضغوطات للفترة القادمة اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على مستوى الامور المالية ما زال فيها نوع من انواع الضغط على مستوى الاموال والمصاريف طبعا الكل بقولك امتى رح تفرج ماليا طالما المريخ موجود ولاخر السنة موجود في هذا البيت فهو بشكل عقبة مالية عندكم ومصاريف زيادة والتزامات او تهور في بعض المسائل المالية او ظهور مصاريف يعني من تحت الارض ضائقات مالية او حدية بامور مالية مشاكل مالية كلها الها علاقة بتواجد المريخ في بيت المال فعشان هيك بدك تكونوا منتبهين وبرضه بتجيب مشاكل على مستوى العمل اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء داعمة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع اشخاص او التسويق لامر معين او التنقلات بشكل كبير اللي عندهم امتحانات او مقابلات اليوم رح يبدعوا ولكن في لحظات ممكن تظهر بعض العصبية او الحدية بالطباع من موقف معين بدك تضبط عصابك اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا روتينيين ما فيه اي شيء مؤرق او يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم وعندكم قدرة هائلة لانجاز كثير من الاشياء اللي لها علاقة بالبيت والعائلة والمصاريف والالتزامات او الاعباء او الاعطال او الاهتمامات البيتية ككل عندك قدرة لادارتها يعني مش هالعقب الكبير اللي تعتبر من خلال البيت اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء تقريبا اليوم شوي حادي خصوصا انه الزاوية صارت اكبر حدية ما بين الزهرة وما بين المريخ فعشان هيك شوي هاي بتطلب منك انك تسيطر على انفعالاتك ممكن تتحسس من موقف معين بتصرف الحبيب او اهمال او مثلا انه ما بعطيك حقوقك بالكامل فعشان هيك ممكن تنزعج او يعني تحتد من بعض المسائل عاطفيا شوي انت حساس زيادة وبرضو شوي في عندك نوع من انواع التسرع على بعض المسائل اللي الها علاقة اما بالتجميل او الها علاقة بمصاريف الها علاقة بالثياب او بالمجوهرات او بالكماليات اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء شوي بتحمل نوع من انواع القلق على مستوى العمل ما زال في اشياء بتوترك الها علاقة بالعمل ممكن تظهر بعض النقاشات او الخلافات او تستاء من تصرف احد الاشخاص في مكان العمل وممكن ظهور عمل او مشكلة في عمل معين ما تقدر تنجزه على المستوى الصحي ما في اي مشاكل تذكر ولكن الفترة هاي ممكن تحمل لك قلق على صحتك او صحة احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا ما دام ان القمر موجود الشمس موجود مقابلك تماما والقمر الان بتحرك لبيت المتاعب فهي بتظهر بعض الاشياء اللي الها علاقة بالنقاشات والحوارات ما بينك وبين الشريك او سوء تفاهم وبرضو بتضعف من طاقتك شوي اللي بتسبب انه انت بتحس بالتعب اسرع من غيرك فعشان يكي ضلك شاحن حالك بطاقة ايجابية انتبه لغذائك وانتبه لراحتك والامور بتكون بخير اما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الاموال المشتركة الاموال يعني هاي التعامل معها روتيني ما في اي شي لا ايجابي ولا سلبي فعشان يكي بتتعاملوا على حسب طبيعتكم مع بنوك ضريبة تأمين مستردات مالية قروض كلها هاي الامور بتتعامل فيها على بشكل روتيني عند قدرة لا التحاور او لا يعني الاهتمام فيها ولكن هاي الفترة بتظهر مصاريف الها علاقة اما بالعائلة او امور الها علاقة بالمصاريف الاستشفائية اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا برضو حتى على مستوى الاتصالات والحوارات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد بتكون على الطبيعة يعني روتينية ولكن ممكن تهتموا ببعض المسال اللي لها علاقة بالجامعات او بالدراسة او بامور اللي لها علاقة بمؤسسات تعليمية او ثقافية او تحتدوا بنقاش سياسي ديني فلسفي او قضايا قضائية هدولة شوي بتطلب الاهتمام منك وممكن تحمل نوع من انواع القلق على هاي المسائل او توتر من بعض هاي المسائل اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت السمعة وبتدعمك بقوة خلال هذا النهار وممكن يتعزز علاقتك ما بينك وبين بعض الزملاء او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيدعمك لانه القمر مازال موجود فيه فبوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق امني ومساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الافاق وبتحتفل بنجاح او تطور علاقة ممكن يتعزز شعبيتك وتحصد بعض الارباح ممكن تفرح لوقوف احد الاصدقاء او الاقارب الى جنبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء ما فيها اي شيء يذكر ولكن نرجع منذكر ان القمر بده ينتقل لبيت المتاعب بابتداء من ساعات المساء فعشان هيك بدك تكون مهيئ لا لأمر هذا على مستوى العمل على مستوى الصحة وعلى مستوى صحة احد الاحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة